هذا وقد أعلنت وزيرة الثقافة أن سعبد الدايم تتشين جائزة الدولة للمبدأ الصغير في دوراتها الأولى تحت رعاية السيدة انتصار أسيسي قارنة رئيس الجمهورية وخلال تتشين جائزة المبدأ الصغير للأطفال والنشأة قالت وزيرة الثقافة أن جائزة الدولة للمبدأ الصغير تعد إنجازا جديدا للدولة المصرية يجسد التزام الوطن برعاية وتشجيع النشأ صغار في السن لكن كبار في الإبداع وإبراز المواهب إبداع من مواهب أطفال مصر كان محل تقدير الدولة لهم باستحداث جائزة الدولة للمبدأ الصغير برعاية السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والإبداع والابتكار وكان هذا المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الجائزة الأول مرة بتحدث في الوطن العربي وفي أفريقيا أن الدولة تخصص جائزة للمبدأ الصغير ومرحلة النشأ من سنة 5 سنين لـ 18 سنة وهي جائزة دولة وليست مسابقة طبعا لنا الشرف كبير وسعداء جدا جدا برعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية لهذه الجائزة الحقيقة ده إدنا دعم كبير جدا 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 وجود رعاية سيدتها معنا وإده قوة لهذه الجائزة الحقيقة ودفعة كبيرة للأطفال والشباب بإذن الله متقدمين الجائزة في دورتها الأولى هذا العام تعد تأكيدا على اهتمام الدولة برعاية صغار المبدعين وتوفير وسائل الدعم اللازمة للفائزين بالجائزة لنشر أعمالهم من خلال مؤسسات الدولة وبإشراف المجلس الأعلى للثقافة لحثهم على الاستمرار في إبداعهم تم تحديد المجالات الرئيسية التي سيتم التقدم لها والفروع التي تم درك تحت كل مجال عندنا فئتين عمريتين الفئة الأولى من 5 ل 12 سنة والفئة التانية من فوق 12 سنة إلى 18 سنة وسيلة التقديم هي البريد أو الحضور الشخصي لمقر المجلس الأعلى للثقافة للتقدم بأعمالهم على سي دي على استوانة أو من خلال فلاش ميموري أو أن يحضر شخصيا إلى مقر المجلس الأعلى للثقافة اعتبارا من الآن وحتى 25 مارس بإذن الله الجائزة طبعا محترمة جدا جدا أنت تعمل في وسط كورونا يعني ده حاجة مختومة من الدولة تمام يعني يعني بقولوا تعالوا يعني احنا خلاص تعالوا ما تخافوش من حاجة ويعني أنها تجي من سن 5 سنين لـ 18 سنة تبقى حاجة كبيرة طبعا جدا جدا أنا الحمد لله عند 14 سنة وبإذن الله أقدم في المسابقة وأعمل حاجة كويسة بإذن الله جائزة الدولة للمبدع الصغير جاءت بعد مصادقة الرئيس السيسي على مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب والذي تقدمت به وزارة الثقافة لمجلس الوزراء وذلك في إطار جهود رعاية الفن والثقافة والمواهب الإبداعية جائزة الدولة للمبدع الصغير تعد الأولى من نوعها في مصر والوطن العربي وبهذا الإعلان أصبحت الجائزة إنجازا جديدا للدولة المصرية في دعم ورعاية المواهب الصغيرة من الأطفال والنشأ باعتبارهم مستقبل مصر المشرق محمود جميل التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة